منذ بداية حرب واشنطن على تنظيم القاعدة في اليمن والجدل ما يزال دائرا حول نتائج ضرباتها على المدنيين وهي الضربات التي ابتدت في عام 2001 وزادت وطيرتها مع مجيء الرئيس الامريكي دولان ترامب الى الحكم في الولايات المتحدة الامريكية حيث نفذ عدد من اهالي قبيلة العذلان في محافظة مارب وقفة احتجاجية تنديدا بسقوط ضحايا مدنيين اثر الضربات الامريكية على الاهداف المفترضة لتنظيم القاعدة نفى المحتجون خلال وقفتهم الاحتجاجية ان تكون لهم اية علاقة تربطهم بتنظيم القاعدة او اي جماعة متطرفة كما اكد المحتجون مساندتهم للشرعية في مواجهتها للانقلاب وقالوا انهم يقفون معها من اجل السعادة الدولة لكنهم طالبوا الحكومة الشرعية بتحمل مسؤولياتها في حماية ارواح مواطنيها تاتي مطالبة المحتجين للشرعية بحماية المدنيين بنظر مراقبين بعد تاكيد بيان القيادة المركزية الامريكية عن وجود تنسيق مع الشرعية خلال عملياتها العسكرية الاخيرة كانت واشنطن قد نفذت منذ فبرائر الماضي اكثر من سبعين ضربة ضد القاعدة فيما شنت المقاتلات الامريكية في الثالث والعشرين من مايو الجاري عدة غارات جوية في مديرية الجوبة بمارب اسفرت بحسب بيان الجيش الامريكي عن مقتل سبعة من عناصر القاعدة لكن مصادر محلية اكدت سقوط عدد من المدنيين نتيجة القصف العشوائي على منازل في قبيلة العذلان وهو ما دفعهم للتنديد بتلك الضربات الامريكية ومطالبة الشرعية بحماية المدنيين